اشتركوا في القناة احدى الكميات التالية كمية مشتقة السرعة من احتياطات ضبط قراءة تدريج أن يكون مستوى النظر عمودي على التدريج فكر كيف يمكنك تمثيل حركتي سيارتي كيف يمكننا أن نمثل حركتي سيارتي إما أن نحن نلتقط صور لها أو نحدد نقاط لحركة السيارة فما نحدده من نقاط أو ما نلتقطه من صور هذا عبارة عن مخطط توضيحي للحركة نجمع الصور المتتابعة للسيارة السباق في صورة واحدة فهذا عبارة عن مخطط توضيحي للحركة أو بواسطة نموذج الجسيم النقطي فيتم استخدام نقاط مفردة متتابعة بدلا من صورة السيارة وهذا هو تمثيل الحركة وإن شاء الله بالتفصيل في هذا الدرس سنتعلم المخطط التوضيحي للحركة ونتعلم نموذج الجسيم النقطي أي السيارتين أسرع لو أخذنا سيارتين حركنا السيارتين بعد تحديد نقطة البداية ونقطة النهاية نلاحظ إذا كانت السيارة أسرع فإنها تقطع زمن أقل وتقطع مسافة أكبر إذا كانت أسرع إذن البيانات التي نحتاجها لنثبت أي السيارتين أسرع هو الزمن والمسافة اكتبي تعريفا إجرائيا للسرعة المتوسطة السرعة المتوسطة للجسم تساوي ناتج قسمة المسافة المقطوعة على الزمن المستغرق في قطعها إن شاء الله بالتفصيل في درس سوف نتعلم عن السرعة المتوسطة درسنا اليوم هنتكلم عن تصوير الحركة أهداف الدرس نمثل حركة جسم بالمخطط التوضيحي للحركة نرسم نموذج الجسيم النقطي لتمثيل حركة جسم المفردات التي نتعرف عليها معنى المخطط التوضيحي أو تعريف المخطط التوضيحي للحركة تعريف نموذج الجسيم النقطي أي الصورتين للجسم لجسم متحرك؟ أي الصورتين؟ السيارة رقم واحد هي الجسم المتحرك أو سيارة هي التي تحركت إذن ما هو تعريف الحركة؟ هو أو هي تغير موضع جسم بالنسبة إلى جسم آخر ساكن الحركة هي تغير في موضع جسم بالنسبة إلى جسم آخر ساكن تحركت السيارة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية هذا الشارع أو هذه الأرض ساكنة وتحركت السيارة من نقطة إلى نقطة أخرى من موضع إلى موضع آخر هي تغير في موضع جسم بالنسبة إلى جسم آخر ساكن قد تكون الأرض أو البناية أو الجبل أو عمود إنارة أي جسم ساكن نحدده في صورة ونعرف أي الجسم الذي تحرك مكونات الحركة أو عناصر الحركة من عناصر الحركة القوة القوة المحركة المسافة المقطوعة الاتجاه والمنحنة الزمن ونقطتي البداية والنهاية إذن ما هي عناصر الحركة أو ما هي مكونات الحركة القوة والمسافة والاتجاه والمنحنة الزمن نقطتي البداية والنهاية مكونات الحركة البداية نقطة البداية نقطة النهاية الاتجاه القوة المحركة المسافة المقطوعة من النقطة البداية إلى نقطة النهاية والزمن المستغرق بواسطة المختبر الافتراضي نستطيع توضيح مكونات الحركة في وصف الحركة مكونات الحركة عندما نغير القوة تتحرك السيارة فيرسم الرسم البياني خط مستقيم يتجه إلى الأعلى دليل على أن الزمن يتغير والسرعة تزداد عندما نضع القوة تساوي صفر فأن السيارة لا تتحرك الزمن يتحرك في خط والرسم البياني يكون خط مستقيم ثابت دليل على أن السرعة تساوي صفر أنواع الحركة هناك أنواع مختلفة من الحركة حركة دورية، حركة اهتزازية، حركة موجية، حركة في خط مستقيم، حركة دائرية، حركة دورانية، حركة انتقالية وإن شاء الله في هذا الفصل سنتعلم عن الحركة في خط مستقيم وهي من أبسط أنواع الحركة وسوف نتعلم إن شاء الله عن حركة المقذوفات ونتعلم عن الحركة الدائرية في هذا الفصل أو الثانوي في فصل إن شاء الله ثاني سوف نتعلم عن الحركة الدورانية والحركات الاهتزازية والموجية بإذنه تعالى قال تعالى والشمس تجري لمستقر لهذا لك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاذك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون هذا الكون لا يمكن أن يكون مستقرا بأي حال من الأحوال إلا إذا كان كل جرم من أجرامه في حالة حركة مستمرة ولو حدث إن توقف أي جرم عن الحركة لن جدب فورا إلى أقرب الأجرام إليه بسبب قوة الجاذبية التي أوضعها الله ولهذا فقد اختار الله سبحانه وتعالى نوعين من الحركة لهذه الأجرام حركة دائرية وأخرى خطية فالحركة الدائرية اختارها الله عز وجل لحفظ الأقمار حول الكواكب والكواكب حول الشموس والشموس حول مراكز المجرات ولو وقف هذه المتوالية ولوقف هذه المتوالية اختار الله سبحانه وتعالى الحركة الخطية لحفظ المجرات من الإنجداب لبعضها البعض حيث إنها تتحرك في مسارات باتجاهات خارجة من مركز الانفجار الكوني وصدق الله العلي العظيم القائل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم المخطط التوضيحي للحركة ما معنى المخطط التوضيحي للحركة؟ هذه الصورة نلاحظ إن هذه السيارة لو تحركت هذه السيارة والتقطنا بواسطة الكاميرا مجموعة من الصور أثناء حركتها نلاحظ هذه الصورة التي التقطتها الكاميرا إن السيارة في كل صورة تغير موضحها والأشياء التي حولها لم يتغير مكانها فإذن هذه السيارة هي المتحركة والأشياء الأخرى من حولها ثابتة نلاحظ هذه الصور رتب الصورة التالية إذن لو نأخذ هذه الصورة هي الصورة الأولى ثم هذه الصورة الثانية هذه الصورة الثالثة هذه الصورة الأخيرة إذن ما هو المخطط الحركة؟ مخطط الحركة هو مخطط يوضح موقع جسم موقع جسم خلال أزمنة متساوية إذن هو مخطط يوضح موقع جسم خلال أزمنة متساوية إذن هذه الصور مجموعة من الصور توضح موضع الجسم خلال أزمنة متساوية عندما نلتقط صورة خلال فترات زمنية متساوية نلاحظ أن موقع الجسم يتغير ويبين حركة الجسم نموذج الجسيم النقطي لو استبدلنا الجسم بنقطة أيضا نستطيع أن نمثل الحركة ونبين إذا كانت الحركة متسارعة أو متباطئة أو منتظمة فإذا ممكن استبدال هذه الكرات بنقاط أيضا حركة العداء نستبدله بمجموعة من النقاط نختار نقطة معينة نضعها لكل حالة من حالات حركة الجسم فمثلا إذا اخترنا نقطة الوسط فكل لقطة من لقطات الصور نضع عليها نفس المكان حتى نبين إذا كانت الحركة فيه متسارعة أو منتظمة مثلا هذا الطائر نضع هذه النقطة في المنتصف أيضا هذا اللاعب وضعنا النقاط في المنتصف مراجعة نموذج الجسيم النقطي للحركة ارسم نموذج الجسيم النقطي لتمثيل حركة راكب دراجة هوائية بسرعة ثابتة أيضا هنا سوف نرسم نقاط المسافة بينها متساوية لأنها حركة منتظمة بسرعة ثابتة ارسم نموذج الجسيم النقطي لتمثيل يتناسب مع المخطط التوضيحي لحركة الطائر في أثناء طيرانه كما في الشكل ما النقطة التي اخترتها على جسم الطائر لتمثلها ممكن نختار المنقار مقدمة الطائر في كل صورة من صورة الطائر نضع النقطة أو في المنتصف أو في الذيل إذن نختار نقطة تمثل حركة الجسم هنا أيضا ارسم نموذج الجسيم النقطي لتمثيل يتناسب مع المخطط التوضيحي لحركة سيارة ستتوقف عند إشارة مرورية حدد النقطة التي اخترتها على جسم السيارة لو وضعنا نقطة في مقدمة السيارة في البداية في الأولى الثانية الثالثة نلاحظ أن هذه النقطة النقاط تكون متقاربة يعني في هذه النقطة وهذه النقطة متباعدة عندما تقترب من التوقف أو من إشارة قف تبدأ النقاط تقترب بعضها البعض دليل على أن السيارة تتباطى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر